بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشهر في القلاة يا جماعين إن شاء الله النهاردة في هذا الفضاء نقول لكم مشروع تربية المعز في البيت هذا المشروع ناجح ومضمون 100% نقول لكم ما الفوائد في تربية البيت طبعا طبعا الناس اللي بيتربى في البيت دلوقت هم أصلا تربية المعز في البيت ما فيش أي مشكلة حتى لو في الغيط يعني عادة هي هي الفرق بس انت سعت في الغيط بتطلحهم يتفسحوا وبتطلعهم يقلوا أو يرعوا يعني الأفضل حاجة ان هم بيروت في البيت انت انك مش بتطلحهم فدي الحاجة الوحيدة اللي مقصرة مع المعز يعني ما فيش أي مشكلة وما فيش أي حاجة ما علينا المشروع لو هتبدأ مشروعك هتجيب آآ مازة صغيرة او غلمة وعشر غلمة عشر تشتريها وتشتري جذية زكرة تمام وتبتدي به مشروعك ان شاء الله يبقى معاك ناجح ومضمود بازن الله تمام وطبعا بعد ما بتبتدي به هتشتري آآ بعد هيك الايال هتخلف وكده طبعا بيخلوا فوق آآ المعزة النصيحة مني المعلومة يعني آآ بتخلف كل خمس شهور وتخلف كل خمس شهور وبتخلف تجيب معزة صغيرة معزة او توأم هي هي وهبه طبعا اغلب الانواع من المعز فيه نوع زبوري ومعز آآ بلدي وشامي وزرباوي تمام الافضل طبعا انك تربي زرباوي ده نوع بلدي آآ كنش عارفين جاوي في الاول في البداية لكن الافضل انك تربي انواع آآ زرباوي تمام ده نوع متوسط وكويس جدا جدا واحفى من ده خالص احفى من ده يعني واسعاره متوسطة تمام لو عايزين نقول لهم اسعاره اكتبوه اللي في التعليقات تمام وبس جدي هانا تكون انتهيتها زر فيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بيأكلوا السنفير والبرسيم وحاجات اللي حاجات دي وخلاص تمام وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته